أكثر من نصف مليار شخصاً في العالم يرزحون تحت خط الفقر المتقع بسبب جائحة كورونا تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبلك الدولي أشار إلى أن دخول هذا العدد الكبير من الأشخاص تحت خط الفقر يعود إلى تكبدهم تكاليف الرعاية الصحية على حسابهم الخاص منذ بدء انتشار الفيروس قبل نحو عامين ووفقاً للتقرير فإن الجائحة أدت إلى تعطيد الخدمات الصحية على مستوى العالم وتسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ما جعل من الصعب على الناس دفع تكاليف الرعاية الصحية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حث الحكومات على زيادة تركيزها على أنظمة الرعاية الصحية والتغطية الشاملة لها دون أن يترتب على ذلك أي تبعات مالية على المواطنين يجب على جميع الحكومات أن تستأنف وتسرع على الفور الجهود اللازمة لضمان حصول كل فرد من مواطنها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية في حين دعا المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان في البلك الدولي الحكومات إلى توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الجائحة في ظل أموال محدودة سيتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية منظمة أوكسفام الخيرية الدولية كانت قد حذرت من تبعات الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إذ تضمن تقرير لها أن الكثير من الأشخاص لا يتمتعون بحق الحصول على عطلة من العمل أو تخزين المستلزمات الغذائية والدوائية إذ أن هناك أكثر من ملياري شخصا يعملون بشكل مستقل وليسوا موظفين ولا يتمتعون بحق الإجازة المرضية